قالت مصادر عسكرية لمن شباب إن وحدات الجيش هاجمت مواقع لميليشي الحوثيين في جبهة كلابة وأسفرت عن مقتل أربعة قيادات حوثية في خضم المعارك المحتدمة التي يخوضها الجيش الوطني في محافظة تعز تدور معارك شريسة في شمال وغرب محافظة تعز تحاول الميليشيات الإنقلابية تقدم لمواقع الجيش خلال الأربعة والعشرين الساعة الماضية كانت هناك محاولة تسلل الميليشيات إلى مواقع الجيش في كلابة شمال شرق المحافظة تمكن الجيش الوطني من صد هذا الهجوم وقتل أربعة من عناصر الميليشيات ولازالت قثثهم إلى الآن في المكان لم تستطع الميليشيات انتشالها